قد لا تبعد قرية ولاد قاسم التابعة لبلدية سوري الغزلان إلا بحوالي خمسين كيلومتر عن مقر عاصمة ولاية البويرا إلا أن البعد الزمني بينهما يفوق الخمسين سنة ولعل تزود سكان هذه المنطقة النائية بالمياه عن طريق الأحمرة ما هي إلا صورة مسغرة لواقع مر تعيشه العديد من القرى خاصة الواقع عبر البلدية النائية نزودوا بالماء عن طريق الدواب الأحمرة وعن طريق أيدينا وعن طريق الأطفال يخلوا المدارسة ويذهبوا جلب المياه للمنزل الدواب كل يوم نجوا هنا كما قال لك الآخ 20 كيلو من صباحه الواحد يجيدي قطرة أمام أسخنة هذه ونرى الصيف الحر من بعقراء هذا الذي خدمته مصلحة الغابات للحيوانات ما خدمته للناس بينما في الآوين الأخيرة أصبح يستعمل للإنسان يعني يشرب الحيوان مع الإنسان من قرى وانتم ما رقم شفتوا هذه سكان قرية أولاد قاسم يعيشون أزمة عطش صيفا وشتاء بولاية توفر على ثاني أكبر سد في الجزائر والذي يزود سكان خمس ولايات بالمياه الصالحة للشرب بما أن المشروع أخلاص المشروع كمالاً تعودية أسردون والقناوات الشبكة كلها مخدومة إلا أننا ننتظر وقت الفرج وقت يطلق الماء رغم مناشدتنا للوالي وولاية البيرا لكنه لم يتحرك ولم يقم حتى زيارة هذه المنطقة لوقوف المعاناة هذه السكان الزيارة الأخيرة أنت على إسم مجل الشعب الولاي وانا بهذا المناسبة الوجهة للكلمة فزيارة الأخيرة قلنا بأن هذا الصائفة سوف يتم فك العزل عليكم بالمياه الصالحة وتنتهي إلا أننا إلى حد الساعة لم نرى شيئاً وعود كاذبة خاصة من السلطات المحلية الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية وتوسعة كهرباء ريفية مشكل آخر يزيد من معاناة سكان هذه القرية التي ذاق سكانها درعاً من سياسة الإقصاء والتهميش التي طالتهم كل سكان مدين ديكابل على مسافة كيلو كيلو نص وهذا ما يسبب انقطاعات وسبب خطر على المواطنين سكان قريتولدقاس ما هي إلا عينة ونموذج للقرى التي تعيش أزمة عطش وانقطاع وغياب الكهرباء لعقود من الزمن ترجمة نانسي قنقر